بما يخص بالليلي شوف التصريحات بيتكوفيتش يعني دبلوماسية الى ابعد الحدود شوف روي اسمح لي على استعدار لافراز او يمدنا على حسب فهمتنا وعلى حسب عقليتنا لماذا؟ هو في رأسه انا نقول لك اليوم واذا نقول لك بانه بالليلي لم ولن يكون في الامتخب الوطني الجزائري حتى وانه ماركيا ربعين هدف مع الترجي التونسي لانه خلاص او لا ماشي في القائمة الحمرة في القائمة السوداء اسمها كما حبيت اليوم بيتكوفيتش الرأي العام من قولوش يستطر يديتورني الرأي العام لكن بقى سؤال تا صحفي يخليك انتايا متفائل واللاعب ادرا واعلم ويخلي الشعب متفائل والصحافة تقول بانه اللاعب ربما يأتي وقت من الوقات انه يعود لمدخب الوطني الجزائري واللاعب الآن 33 سنة بعدين على عام عامين ربما يتكلمون سعيوت 35 سنة او اي طالو اي طالو بعدين ما كاشو شوف نازيم شوف كاين واحد تصريحاتي يزم تفاهمها انا شوفت لك انا اوه بالليلي بالليلي بالثلاث شهر بالليلي شهر نوفمبر كل شهر كل شهر اوه اوه شوف انتا شوف انتا اوه 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 شوف انا المهم انا حسب رأيي هناك لاعبين ما رحش يكونوا في المنتخب إلا وإذا نقدروا نتكلموا على استثناء ربما تقيصوا على قناة باشي ولي كيب ناسيونال ميسينو اليادي جوار لنكونوا سانسير ديراكت على بنابل محش يكونوا في الكيب ناسيونال على غيرها زيرتوب اول قناة إلكترونية في الجزائر